استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود الخاصة بتطهير مصرف المحيط بمحافظة المينيا وذلك في اجتماع عقده بحضور وزراء الري والإسكان ومحافظ المينيا وعدد من المسؤولين كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إحدى محطات معالجة الصرف الصحي التي يتم العمل بها حاليا ورفع كفاءة مصرف منشأة الدهب كما أكد أيضا أنه سيتم عقد اجتماع مع المصانع الموجودة بالمنطقة لسرعة توفيق أوضعها بما يسهم في منع أي مسببات تلوث بالمصرف